جاي اقول لك على عطل بتكرر برنيت بت خمسة وسبعين في المية في السخانات الغاز بكل بساطة لو سخانك عطلان احتمال كبير جدا يكون هو العطل ده هعرفك ازاي تعرفه وتحدده وزاي تصلحه طبعا حبيبنا المتابين في كل مكان اهلا بيكم مرة تانية طبعا بتشغل عندك المية السخنة كده في السخان الغاز آآ السخان مش شغال يعني انت بتفتح المية السخنة هو مش شغال مش ميديك اي حاجة خالص طيب النهار ده مش يعني في ايه اعطال كتيرة معاملناها في فيديوهات كتاني كتير هسميها لكم في الوصف لكن النهار ده هنتكلم على عطل يعني بتكرر بالنسبة كبيرة جدا يعني في معظم السخنات هتلاقي العطل ده بنسبة مسلا خمسة وسبعين في المية بتكرر عندك زي ما انتم شايفين هنا ده حاجة اسمها سويتش اللي انتم شايفينه قدامكم ده اسمه سويتش تمام كده مش هو السويتش المشكلة في انا بس هفهمك حاجة عامل موريك العطل عارفك ازاي تعرفه السويتش ده لما بيفتح والمية بتشتغل بيبدأ يطلع يدي امر للكارتة دي عشان الكارتة دي تعمل شرز فوق والسخان آآ يبدأ يشتغل والكهرباء كلها في السخان تشتغل تمام كده بس من البداية خالص بيبقى في جلدة زي دي هنا كده بالزبط بتكون موجودة هنا في بيت الرداخ دوت المدور طبعا انا هفك ده برضو هوريك دلوقتي كل حاجة جوا السخان وفي وقت ولايل ما تلاقش وهفهمك الدنيا كلها المية بتخش من اول هنا كده المية الساعة طبعا بتخش من هنا كده وبتبدأ تضغط على الجلدة اللي انا وردتها لحضرتك دلوقتي دي تمام بتضغط عليها جامد كده المية تمام يعني هي المية بتضغط هنا وبرضو بتطلع ففي المواسير ولكن جزء منها بيضغط وهو طالع على الجلدة ايه اللي بيحصل بعد ما المية بتضغط على الجلدة دي بيكون فيه ابرة زي دي بالضبط ركبة جوة الرداخ وبرضو هفك كمان شوية هو الرهالك بالضبط بتكون زي دي كده ركبة هنا كده في الجزء دوت تمام كده في الجزء اللي هو بعد الرداخ دوت على طول تمام فالمفروض ان المية بتضغط على الجلدة بتضغط على الابرة الجلدة بتضغط على الابرة والابرة دي بتضغط على السويتش ازاي بقى دية واحدة واحدة كده هنفهمها سوا مع بعضينا تمام السويتش دي يا جماعة بيكون فيه زي سنة طويلة تمام السنة الطويلة دي بتكون ركبة لفوق كده تمام? السنة الطويلة دي بتكون ركبة لفوق بتكون يعني دخل جوة السوستة دي كده. خلاص? فلما المية بتضغط على الجلدة. تمام? يعني المية لما تضغط على الجلدة من الناحية دي. الجلدة دي بتضغط على الايبرة. بس طبعا بيكون في طبقة مدور كده عشان طبعا الايبرة ما تتخرمش من يعني. عشان الجلدة ما تتخرمش يعني. تمام? هورهولكو بردو كمان شوية. فههاملكو بالزبط. بس ده حاجة سريعة كده. فالمهم لما الجلدة بتحرك الابرة الابرة بتحرك السويتش ده. فيبدأ السويتش ده يرفع الحديدة بتاحته زي ما انتم شايفين كده. ويبدأ صوت التكتاكة يشتغل زي ما انتم سبعين بالضبط كده دلوقتي. ويبدأ السخان الكهرباء فيه تشتغل كلها. تمام? ده شكل سريح كده للي بيحصل في الكهرباء بتاعت السخان. هنبدأ نفك السويتش ده عشان اوريكم شكله عامل ازاي? هو بيكون راكب بمصمرين آآ صغيرين. بيكون رفيعين جدا نخلي بالنا عشان دايما المصمرين لو بيضيعوا يعني فهميني? يعني خلاص. هنا طبعا زي ما انتم شايفين هي دي السنة الطويلة اللي بتكون ركبة الفوق في السوستة بتاعت الابرة. تمام كده يا جماعة? يعني هي بنفس المنظر ده بالضبط كده. طبعا هي لما بتفتح كده زي ما انتم شايفين فيه صوت عندنا هو التكتاكة اشتغل. يعني السنسور ده لما بترفع منه من عليه الحديدة دي بيبدأ يدي امر للكهربا او بيدي امر للحجارة او الشاحنة اللي انت مركبها تدي امر للتكتاكة تشتغل والغاز يبدأ يعدي. تمام كده جماعة? طبعا هي مش بتفتح هجامي ده او كده. هي بس تفتح سنة زعنطوطة. وانت لو لاحظت قوم بتفتح المية السخنة لازم ده يكون بيرفع كده سنة سنة. يعني لما ترفع الغاز هو مفروض لوحده السويتش ده يبدأ يرفع سنة كده. بحيس ان هو ايه المية تشغل الدنيا كلها في السخان. تمام كده? ولكن احيانا بنسبة بنسبة كبيرة جدا بتفتح المية السخنة تلاقي السويتش ده مش بيتحرك في مكانه. تمام? ده بقى معناه ايه? ان السويتش مش بتحرك? معناه ان الجلد اللي رجبه هنا دي فيها خرم او مخرومة او فيها مشكلة عزز صغير. وده يسمى عطل جلد الرداخ بنسبة خمسة وسبعين في المية بيكون هو ده المشكلة في السخان الغاز. تمام? بس نعرف ازاي? نعرف ازاي ان الجلدة هي اللي بايزة. ان حديد السويتش دي ما تترفعش لوحدها لما ارفع لما افتح المية السخنة. انا فتحت المية السخنة تحت الحمام عندي مسلا. السويتش ده مش بيرفع. تمام كده? تلا可以 مش بيرفع يبقى المشكلة كده مية في المية عندنا بتكون في الجلدة دي. او المية ضعيفة. ولكن المية ضعيفة ده دي حاجة معروفة عندك انت. لك لو المية عندك طبيعية وزي ما بتبقى شغالة على طول يبقى كده المشكلة عندنا في جلدة الرداخ. خلاص يا جماعة? نبدأ ازاي نفك جلدة الرداخ دي ونشوفها مع بعض دلوقتي وهو فهمكم الدنيا كلها وازاي تتغير. بنبدأ نفك المصمرين هنا بتوع المصورة دي. وطبعا السخان بتاعنا ده مش شرط نوع معين من السخان. ممكن تلاقي انواع تاني مثلا عندك شكله مختلف شوية عندها. ولكن هي فكرة عامة. بيكون في جوة مصمرين كده وراء خالص في الشاسيه. مسبتين الجزء بتاع الرداخ ده لو موجودين ممكن تفك المصمرين. وبنلاقي هنا عندنا مصمار اتنين. تمام? في مصمار تاني جوة كده اربع تلاتة. ومصمار تحته يبقى اربع. هم اربع مسامير مسكين الجزء بتاع وش الرداخ ده قد كله. ادي الجزء ادي المصمار اللي جوة اهو زي ما تشايفين يا جماعة. وفي مصمار تاني هنا تحت آآ جوة خالص كده. تمام? بنبدأ لفك الاربع مسامير دول. لو هو سخان اللي عندك بتلاقي برضو فيه حيطة صاجة محطوطة عند الوش كده عند المفتاح. بتفك المصمارين بتوحها عشان تطلع بيها. طبعا انا سايب لكم فيديو مخصص لتغيير الجلدة في الوصف. ده غير الشرح بتاع النهار ده كمان يعني زيادة تاني. خلاص? ده لو السخان بتاعك يعني هتلاقي فيه آآ فيديو في الوصف. تمام? بس هي الفكرة كلها سهلة وفي كل السخانات يعني نفس الموضوع بالزبط. بنبدأ نفك كده هتلاقي الوش بتاع الرداخ طبعا انا تخلع معايا مرة واحدة اهو تمام? بنبدأ احنا نشيله كده هو بيكون منفصل وراكب فيه اللاي بتاع الماء الساعة. تمام? بنسيبه زي ما هو كده اهو وساعة هنا بتكون فيه هي بالبلا دي وساعة ما بتكونش موجودة وبيبقى شغال من غيرها عادي. خلاص يا جماعة? بنبدأ نسيب الجنب ده كده لوحده. وهنبص قدامنا دلوقتي اللاي جلت الرداخ. مليانة مية طبعا عشان زي ما قلت لكم والمية بتخش. تضغط عليها والمية تكمل لفوق. خلاص يا شباب? فادي الجلدة زي ما تشايفين لو هي مخرومة وفيها مشكلة هتبقى مش بتضغط. لكن هو السخان عندي انا شغال والجلدة سليمة ولكن كل ده انا بشرح عشان افهمكو الدنيا ماشية ازاي لو العطل ده بيحصل عنها. طبعا هي برضو هنا بتنزل سنة سوادة هي يعني قربت تتهري وقربت تطقطع ولكن هي لسه شغالة. تمام? هي لسه شغالة. بيكون فيها هنا كده زي وردة زنطوطة. وبيكون في وردة تاني هنا او ما بيكون وردتين. خلاص ولا هو سخان خمسة لتر او ستة لتر الصغير. بتكون وردة واحدة بس. مش خرمين زي دول. تمام? عندنا هنا زي ما تشايفين الجزء اللي فيه بروز ده. الجزء اللي فيه بروز دوت. مش اللي متجوف لأ الجزء اللي فيه بروز بيخش الناحية دي. وزي ما تشايفين هنا عندنا ده الابرة بقى شفت لما انا دغطت عليها كده دخلت معايا الجوة ازاي? اهي. ده سن الابرة. والرأس الابرة هي مربوطة كلها هنا. زي ما انا وردها لكم بالزبط. اهي. تمام? وطبعا بيبقى الجزء بتاع السوستة ممتد كده لجوة. عشان يكون راكب فيه السويتش من تحت بالحديدة بتاحته يعني. تمام? فطبعا عشان الجلدة ما تتخرمش لازم يكون راكب الطبقة ده. احيانا الطبقة ده بيتكسر الله بيقدر لنا لسه بركبه ده. لو مكسور هيديك نفس العط لكي ان الجلدة بعيزة. وهتلاقي السويتش تحت مش بيرفع والسخان مش بيشتغل. فتفك وتشوف الجلدة. لقتها سليمة تمام. ممكن تلاقي بقى الطبقة ده مكسور. لو لقته مكسور تجيب غيره ممكن يعمل له عشرة جنيه من عند الناس اللي بتبيع اجهزة كهربائية. الجلدة دي هتلاقيها برضو عند الناس اللي بتبيع قطع غيار اجهزة كهربائية ومنزلية بتوع السخانات والبتجازات بخمسة جنيه مش غالية جلدة الرداخ. تفك القديمة وتجيب زيها بتاعت العشرة لتر. بتنركب تاني الوش زي ما احنا ركبناه كده بالزبط. في مكانه. ونبدأ نركب هنا عندنا الاربع مسامير تاني زي ما زي ما فكناهم طبعا. نركبهم. والشوية اللي انا قلت لك عليهم دلوقتي والشوية حاجات اللي انا قرد تقوم لك دول بيحلو لك يمكن يعني معظم اعطال السخان. لان مسلا عندك الايبرة دي لو هي بايزة او هتلاقي السوستة بتاعتها مسلا خفيفة كده بتخش وتطلع بزرعة. لما تفك هتلاقيها ساحلة كده مش تقيلة اعرف ان الجلد الايبرة بايزة. لو السخان بيخر عندك مية هتلاقي عندك برضو من عند السويتش ده كده تحت هتلاقي فيه مية بتنزل. فلو مية بتنزل عندك ده عقل هتعرف ان تصلحه وتصليحه انك انت تغير الايبرة اللي جوه اللي انا ورتها لكو دي. خلاص يا شباب? طبعا هاللوتي ركبنا هنا المصورة مكانها. وركبنا اللي فيها جوان بتاعها عشان ما اتنقطش طبعا انا ربطنا مصمرين آآ بتوعها بكل آآ بساطة ما فياش اي مشكلة خالص. تمام? وكده طبعا ده السويتش بتاعنا هنددى نركبه. فيه سويتش نوع تاني احسن من ده. بيكون طويل شوية بيكون ليه زي سوستة. ده امن واحسن واشجعكم انتم تجبوه وهدي صورته زي ما انتم شايفين. فممكن نجيبه ونغيره هيركب عادي على اي نوع سخان. هو يعني بيشتغل على اي نوع. بنركب طبعا المصمرين ونقعد نركبه. طبعا يقع منك كتير كده. وبعد ما تركبه مش مشكلة يعني المصمرين بتوعه بتركبه. فهو يعني بكل شوية بيقع منك عشان المصمر صغير. وكده عارفنا ان مشكلة جلدة الرداخ بتتكرر بنسبة كبيرة جدا وعرفنا حلها وان شاء الله الفيديو تكون بتستفادوا منه. اشوفكم المرة الجاية. سلام. اشتركوا في القناة